بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة هنتكلم عن البي جي بي ويت أتريبيوت البي جي بي ويت أتريبيوت والويت أتريبيوت وهي أتريبيوت ملكية خاصة بسيسكو وبالتالي لا تعمل إلا على راوترات سيسكو ويتم استخدامها لتحديد المسار الأفضل على مستوى الراوتر الواحد ونريد أن نجعل الراوتر مثلا يقوم بتغيير المسار الذي يختاره إلى المسار الآخر في حال توفر أكثر من مسار إلى شبكة معينة عندها نعطي المسار الآخر قيمة أعلى في الويت أتريبيوت عندها سوف يقوم الراوتر باختيار المسار صاحب القيمة الأعلى في الويت وقيمة الويت التلقائية هي صفر طبعا صفر للشبكات الموجودة في داخل أترمو السيستم نمبر أخرى أما الشبكات الموجودة في نفس الراوتر عندها تكون القيمة التلقائية 32768 والقيم الويت من صفر حتى 65535 تعتبر الويت قوية مع أجهزة سيسكو كونها أول أتريبيوت يتم النظر إليها في عملية اختيار أفضل مسار الويت يتعمل فقط في داخل الراوترات ولا يتم تبادل الويت أتريبيوت فاليو فيما بين روترات البي جي بي مثال على استخدام الويت أتريبيوت في السيناريو التالي عندي أنا هنا مجموعة أترمو السيستم ولدي الراوتر واحد الموجود في الأترمو السيستم واحد عدد الأترمو السيستم في هذا المسار أقل مما هو موجود في المسار الثاني من خلال الأترمو السيستم ثلاثة نحن يعني أنا كمهندس شبكة أريد تغيير ذلك وجعل الراوتر واحد يتصل بالشبكة 113038 من خلال الأترمو السيستم ثلاثة عندها نقوم بجعل قيمة الويت للمسار أترمو السيستم ثلاثة أعلى من الويت فاليو الخاصة بالمسار المؤدي إلى الأترمو السيستم اثنين يعني ندخل على الراوتر واحد ونجعل طبعا زي ما ذكرنا المسار الأعلى هو أعلى قيمة في الويت هو المسار الأفضل نجعل مثلا هنا القيمة 100 وهنا القيمة 10 عندها الراوتر واحد لما يحب يرسل بيانات إلى شبكة 113038 راح يختار المسار من خلال الأترمو السيستم ثلاثة كون قيمة الويت هي أعلى من المسار اللي يؤدي إلى الأترمو السيستم اثنين نجد في عمل الويت أتريبيوت تطابق مع فكرة الوكل بريفرنس أتريبيوت حيث من كلهما من خلالهما نحدد المسار الذي تسلكه البيانات والفرق بينهما أن الوكل بريفرنس يتم تطبيقها على مستوى single BGP أترمو السيستم أو أترمو السيستم واحدة أما الويت فيتم تطبيقها على مستوى single router أو الراوتر الواحد والفرق الثاني يعني خلوها بس أول شي نفهم الفرق الأول يعني لو كان أنا عندي راوتر واحد وراوتر الاثنين راوتر واحد متصل مع الأترمو السيستم الثنين وراوتر الاثنين متصل مع الأترمو السيستم الثلاثة راحظوا معايا عندي راوترين هنا فعنده إيش راح أستخدم راح أستخدم لكن أنا هنا عندي في المثال لا راوتر واحد هو اللي متصل بالمسارين. عندها ما راح استخدم الـ local preference attribute راح استخدم الـ width attribute. طبعا هذا بالاضافة للفرق الثاني المتبثل فان الـ width ملكية خاصة بـ Cisco و الـ local preference هي عامة standard. نلاحظ هنا كإعدادات على الـ router مثلا ادخل على بروتوكول التوجيه الـ router PGB. بعدين نحدد رقم الـ system مثلا 7090. لاحظوا الـ neighbor اللي هو 10-1-72. عطيته الـ width 100. نلاحظ هنا بعد كده لما نكتل الأمر show IPBGB. نلاحظ انه جميع الشبكات اللي بيتم الإعلان عنها في الـ next hop 10-1-72 بيتم الإعطاء القيمة 100. وبالتالي راح يتم اختيارها فيما لو كان جار آخر بيحتوي على نفس عنوين الشبكات أو يعني يعني يتم الإعلان عن نفس عنوين الشبكات من خلال هذا الجار. طبعا لكن وقتها راح تكون قيمة الـ width إذا كانت غير معدى فعندها راح تكون صفر فبالتالي راح يتم اختيار صاحب القيمة الأعلى اللي هي 100. عندي أنا هنا 32768 هي القيمة لأي عنوان التلقائية لأي عنوان شبكة موجود في نفس يعني في نفس داخل الـ router اللي تم تمثيله في الـ next hop بأربعة أصفار. أما الشبكات الخارجية الأخرى تلقائيا بتكون صفر وإحنا بعد كده نعدل إذا حبينا نزيد القيمة عن صفر لكي نجعل الـ router يختار مسار معين بدلا من المسار اللي تم اختياره بشكل تلقائي. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة. كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.